25 مليار دولار أمريكي قيمة 54 عقدا أرستها وقعتها أرامكو السعودية لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية الذي سيربط مدنا مختلفة في المملكة ويعد حقل الجافورة من المشاريع التي ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي ومن المتوقع أن ينتج بحلول عام 2030 ستمائة وثلاثون ألف برميل يوميا من الغاز المسهل وأربعمائة وعشرون مليون قدم مكعبة من الإيثان تشير التقديرات إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يحتوي على موارد بحجم 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات ستسهم بنحو 20 مليار دولار سنويا في الناتيج المحلي حقل الجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي على مستوى الشرق الأوسط والذي يشكل أهمية كبيرة في مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الطاقة في المملكة حقل الجافورة الذي يقع على مساحة تقدر ب 17 ألف كيلو متر مربع واحد من أهم وأكبر حقول الغاز في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار على مدى مسيرة العمل في الجافورة 100 مليار دولار وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد أن إنتاج المملكة للغاز سينمو بنسبة 63% بحلول عام 2030 في حين أكد رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر أن التوسع في مشروع الجافورة سيسهم بقدرة المملكة في الحصول على 50% من كهربائها من الغاز الطبيعي ما يعزز قدرة المملكة ومكانتها بوصفها واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم محمد الحمادي الإخبارية الظهران